السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالبداية حابب أشكر كل هدول الأشخاص شايفينهم؟ هدول الأشخاص اللي دعموني دعم رائع جدا في حلقة يوم السبت اللي كان فيها رد على التعليقات اللي كانت مسيئة وشكرا لإلكم ولكلامكم الطيب ولتشجيعكم بعجز اللسان عن وصف شعوري وبظل إلكم مكاني موجود في قلبي ما حييت إن شاء الله إلكم كل الاحترام والتقدير وربنا يديم المحبة ما بيننا وبينكم وما يجيب أي شرور وأنا بالعكس بفتخر فيكم وبفتخر بكلامكم وبنصائحكم الله لا يحرمني منكم اليوم توقعاتنا ليوم الأربعاء 14 حزيران طبعا القمر موجود اليوم الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثاء ما زال موجود بالحمل بعد قليل بده ينتقل لبرج الثور ما رح نذكر طبعا وجوده بالحمل ولكن مننتقل على طول لأنه طول اليوم رح يكون موجود في برج الثور طبعا اليوم بتكون تتجنب العصبية قدر الإمكان في إيجابيات كثير ولكن العصبية ممكن تخرب كثير من الأمور القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 10 و5 دقائق من ظهر اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر زي ما حكينا اليوم رح يكون موجود في برج الثور عشان هيك اليوم نشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات زي استئجار أو شراء أو بيع أشياء إلها علاقة بالعقارات وقضاء وقت ممتع بالبيت واللي هي الاجتماعات العائلية أو اللي هي مثلا مشاهدة التلفاز أو الجمعة العائلية بمعنى آخر بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية رح نذكرها هي زاوية التربيع السلبية اللي بين عطارد وبين زحل وولنا أن تأثيراتها مستمرة ليوم 18-6 طبعا ذروتها يوم 15-6 ساعة 4-9 دقائق عصرا هاي الزاوية بتسبب تعب وقلق وحذر وميلة الكآبة بتحد من خيالنا تجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا برضو بتكثر الوسواس والشك والغيرة بهاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وبرضو هاي مستمرة ليوم 21-6 طبعا ذروتها يوم 17-6 الساعة 3-29 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح وهذا وقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين بتقدر أنك تستفيد من الراحة اللي بتوفر لك إياها هاي الزاوية بتلبية الدعوات أو السفر القصير أو التسلية أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهاي مستمرة ليوم 26 طبعا بروتها كانت يوم 11-6 بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لأثبات حضورهم وغالبا هدول الأشخاص بيفشلوا في ذلك بتخلق لدينا رغبات غريبة بتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصدقاتنا تدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا الشيء ممكن يسببنا اضطرابات صحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 26-6 طبعا ذروتها يوم 19-6 الساعة 3 و53 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج تجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع طبعا من ميل تتبع أحلامنا ومشاريعنا الخيالية تعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والإضطراب من ميل لحل مشاكلنا باللجوء للكحوليات أو الأدوية أو المخدرات أو المهدئات وممكن نتعرض لتوعكات غامضة برضو ديروا بالك من الوسواس والشك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي الزاوية تأثيراتها مستمرة ليوم 15-7 طبعا ذروتها يوم 19-6 الساعة 3 و52 دقيقة بعد العصر هذه الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية وبتزيد من إحساسنا بالأمن في السعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري أو تأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة من الزوايا البطيئة زاوية التربيع السلبي بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 22-6 زي ما حكينا بالدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقب التصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير بالنسبة للزوايا طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية بعد قليل رح تكون ذروتها ولكن تأثيراتها من الآن وحتى صباح يوم الأربعة زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين بلوتو ذروتها ساعة 26 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه ذروتها الساعة 45 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء يعني تأثيراتها برضو من الآن وحتى مساء يوم الأربعاء نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهي الزاوية ذروتها الساعة 7 و35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعدها من صباح اليوم الأربعاء طبعا تأثيراتها من منتصف الليل اللي هو ثلاثاء على الأربعاء ورح تستمر حتى مساء يوم الأربعاء بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية وبتدل على حسن أو تحسن أمزجة فئات من الشعب الخصوصا اللي بيشتغلوا في مجال الفلاحي والمناجم والمحاجر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي ذروتها ساعة 9 و7 دقائق صباحا من صباح اليوم الأربعاء طبعا برضو تأثيراتها من منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء وحتى مساء يوم الأربعاء أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبرضو بيكون فيه نوع من أنواع الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية فعشان هيك اليوم بتكون تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها الآخرين بشكل مبالغ فيه دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي ذرودها ساعة 9 و14 دقيقة مساء من مساء اليوم الأربعاء طبعا تأثيراتها هي زاوية بتبدأ من صباح يوم الأربعاء وبتستمر حتى ظهر يوم الخميس هاي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب برضو بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود بالعصبية والسلبية بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأنه نحاول نعمل أعمال روتينية ما نبادر بشيء جديد وبرضو هذا التحول مضر بالصحة خصوصا الصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة آدم طبعا هاي الأعضاء الأكثر حساسية واللي من قول أنه ما ينعمل عمليات كبرى لإلها أما عمليات صغرى فما في أي مشكلة لأي عضو من أعضاء الجسم هذا اليوم بالعكس الأجواء جيدة للعمليات الجراحية مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة والأمور الأخرى ويصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا لأمور اللي إلها علاقة بتنظيف البشرة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثاور خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم ستعاش ستة بيبدأ خلو المسار الساعة وحدة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة وحدة وخمسة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش اللي يستقر القمر بعدها في برج الثاور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ستة وعشرين يوم طبعا هو بكمل أو بدخل في يوم ستة وعشرين الساعة 12 منتصف الليلة هاي اللي الثلاثة على الأربعاء وبتصير نسبة الإضاءة في نهاية اليوم تقريبا 11% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة منتحسي بنسبة عشرة في المية القمر في الثاور حتى يوم ستة وعشر ستة سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة وعشر في المية ساعات العصر بصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة أربعين في المية عطارت في الجوزاء حتى يوم 27 ست سعيد بنسبة 10% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 ست سبعة منتحس بنسبة 50% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17 ست سعيد بنسبة 15% ورنس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 11 عشر منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية هاي الفرصة ممكن تكون مفاجئة أو يجيك خبر عن وضع مالي معين يسعدك شوي وبإمكانك اليوم أنك تدخلوا تحسينات على ميزانيتكم يعني فترة إيجابية على المستوى المادي أو الدعم أو الهبات أو الأمور هاي ولكن موضوع إقراض المال أو أنك تقترض مال اليوم أنا ما بنصح فيه طبعا فترة غنية ممكن أنك توظفها اجتماعيا مهنيا عاطفيا أهم مش أنك ما تضيع الفرص حاول أنك أنت تمسك أعصابك شوي وضف طاقتك الذهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وحاول أنك تناقش بوضوع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وطاقتكم عالية جدا اليوم وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي طبعا الحضوذ قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أي شخص اليوم منافستك طاقتك رائعة حاول أنك ما تنظر للخلف والأيام الماضية والضغوطات والمشاكل اللي صارت معك لأنه اليوم رح ترتفع المعنويات عندك مجددا بتكون فترة ناشطة وواعدة فيها تطور جيد وحضوظة عالية وممكن تسمع خبر سعيد خلال هذا اليوم ولكن زي ما حكينا حاول أنك ما تفرض سلطتك حواليك وما تعصب هاي أهم النقاط برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بهذا اليوم ما بدك تبالغ بجهدك الجسماني نهائيا حاول أنك تنجز فقط الأعمال بشكل روتيني وبرضو في نفس اللحظة حاول أنك تنتبه لصحتك في نوع من أنواع الهدوء والملل بتراوح أعمالك مكانها بتخيب آمالك لسبب أو لآخر يعني ممكن شخص يوعدك بشيء وما يصير أو ما يوفي فيه وممكن تكون حاجز موعد ويلتغى بأي وقت عشان هيك حاول أنك تكون مهيئ لهاي الأمور ما توقع على عقد ما تحسب أمر لأنها فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم نشاط اجتماعي عالي جدا فهذا اليوم مناسب للأشخاص اللي مثلا بتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وبرضو بتسعدوا من لقاء الأصدقاء الأجواء داعمة بشكل قوي وبتسعدوا من لقاء أصدقائكم وتعاونهم معكم حاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصل تأييد لا بأس فيه أهمش أنك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي والهدوء والليوني والصبر وبتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبرضو بتحمل هاي الفترة قدرة على تعزيز العلاقة مع المسؤولين أو إتمام بعض الأعمال أو الدفاع عن سمعتكم أو حتى الترقية أو الشهرة ولكن زي ما حكينا بدون عصبية وبدون حدية لأنه هاي الفترة بتحمل بعض الضغوط على عدة أصاعدة يعني الأجواء شوي فيها بعض التوتر فممكن يكون في مواجهة أو ارتباط فعشان هيك يحاول ضبط الأعصاب وما تخلي مزاجك المتقلب يسيطر على الموضوع عشان تقدر تحصد نتائج إيجابية وحاذر من العناد والمشاعر السلبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم ممكن يصلكم خبر من بعيد أو من خارج البلاد أو من جهة أجنبية أو من شخص أجنبي أو بعض الأشخاص اللي عندهم أوراق أو معاملات إلها علاقة بالاستراد أو التصدير أو معاملات السفر اليوم مناسب لهاي الأمور وبرضو للاتصالات البعيدة اللي عندهم امتحانات جامعية اليوم مميز جدا وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم تطمئن خواطركم هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما يعني فترة مميزة جدا لازم تستغلها بكل طاقتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيركز على الأمور المالية وبرضو بحذرك أنا من بعض الأمور المالية فاليوم بيفتح فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض أو شراكة اللي هو الشراكة مال الزوج الزوجي مثلا أو شراكة كشريك عمل والتعويضات هي المقصود فيها أمور إلها علاقة بالضريبة أو إلها علاقة ببنك أو تأمين أو أشياء من هذا القبيل اليوم أنا ما بنصح بالقروض لا تقترض ولا تقرض حاول برضو تنتبه لصحتك شوي لأن الصحة ممكن إلك أو لأحد الأحبة تكون متقلبة هاي تعتبر هي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهمش أنك ما تغامر بموقعك حاذر من النزاعات من التذمر التمرد وقوم بواجباتك بشكل تام في إيجابية عالية على المستوى المادي ولكن بدون مبالغات برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيتطلب منهم اللي بدهم ينجزوا بعض الأمور ولكن بتعاون طرف ثاني القمر موجود يعني من قابلك تماما فعشان هيك أي شيء فيه شريك هو اللي بيمشي بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء بالعمل أو العاطفة ولكن بدكوا تحافظوا على هدوء عصابكم نبرد صوتكم فيه نوع من أنواع الضغوط اللي ممكن تستفزك خلال هذا اليوم ولكن لازم تضبط عصابك لا يصلح هذا اليوم للمواجهات حاذر من تأزيم أي خلافات وحاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة عالية على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم أهم شيء أنه ما تدخلوا بأي مواجهات ما بينك وبين زملائكم بالعمل ونظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة اليوم رح يكون عندك كثير من الاتصالات والتحركات والمسؤوليات إن كان على المستوى الاجتماعي العائلي المهني أهم شيء أنه تنظم موقتك عشان ما يصير فيه نوع من أنواع التأخير وتضطر للعمل وقت إضافي بعضكم رح ينشغل بمسائل مالية أو تساؤلات حول قدرته على التحمل أهم شيء أنك ما تشك بنفسك برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي بترغبوا اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شيء أنك برضو ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي اليوم الأجواء على المستوى العاطفي ممتازة ولكن لا تفرضوا سلطتكم على أحباكم أو أبنائكم وإنتوا اليوم على موعد في مصالحة أو لقاء فما تخربوا بعصبيتكم أهم شيء أنك تتجنبوا الانتقادات وسعوا لتلطيف الأجواء بتستعيد صفا ذهنك بتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية هذا يوم مميز جدا لازم تستغله على كل المستويات ولكن ما تخلي تقلب المزاج والعصبية يخرب عليك كثير من الأمور برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية اليوم الاهتمام كله رح يكون على مستوى البيت والعائلة هو الغالب على السمى العام للحدث فهو البيت والعائلة الأهم خصص فترة من وقتك للتفاهم أو للتقارب أو للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء بيكون فيها بعض الضغوط والمسؤولية في منك رح يهتم أشخاص في مسألة لها علاقة بالعقارات استئجار أو بيت أو ترتيب تصليحات ديكور واليوم ممكن يكون عندك ارتباط مهم فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وما تخلي عصبيتك تخرب عليك كثير من الأمور وأحذر من المصاريف المنزلية لزيادة بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم النشاط عالي جدا وعندكه يعني طاقة عالي جدا فرح تكثر عندكم الاتصالات بشكل كبير والسفريات القصيرة أو التنقلات أو الحركة النشاط هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة أو لتعزيز العلاقة مع الأحبة أو للتعامل مع الإخوة والجيران وإنتوا اليوم بتتمتعوا بقدرة وذهنية وجسدية كبيرة جدا وعندكه قدرة للتعبير والوصف والشرح وتوصيء وإيصال المعلومة أهم إشي أنه تحاول أنك تسمع صوتك ولكن بدون عصبية وبدون ما تفقد السيطرة على انفعالاتك وحاول أنك اليوم أنك تنظم جدول أعمالك تفادي لأي إهمال أو تقصير بعدك بعض موليد برج الحوت رح يهتم بمواضيع العلاقة إما بسيارات أو بالإلكترونيات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء